بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا قلنا ان اولادنا هم اغلى حاجة ممكن نقدمها لمستقبنا وان احنا اذا اردنا ان احنا نبني مستقبل مشرق ومستقبل مليان بالنور ومليان بالبركة ومليان بالقيم ومليان بالقيم الاضافية لازم نتحالف من اجل بناء اولادنا وعشان كده احنا مخليين جلساتنا مع بعض ولقاءاتنا مع بعض يوم الاثنين عشان نتكلم في يلا نبني نبني مين نبني مستقبلنا نبني اغلى حاجة فينا نبني اولادنا ليه طيب وليه عملنا الحلقات دي لان في ظل المتغيرات اللي بنعيشها وخاصة اللي بيعيشها جيل زد اللي هو الجيل ما بعد الالفية لازم نعرف ان فيه متغير ان فيه تغيرات كتيرة حصلت والتغيرات الكتيرة دي اثرت في سمات البشر واحنا قبل كده وكتير اتكلمنا عن سمات الانسان المعاصر اللي هي السبع سمات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي زيادة الفردنية وزيادة المزاجية وزيادة التشكك وزيادة كمان الاحباط وزيادة المظلومية وزيادة الحساسية وزيادة العشوائية لكن مع زيادة الفردنية والركز شوية مع زيادة الفردنية تربيت اولادنا هتبقى محتاجة رعاية خاصة لان المجتمع كله بيدعوهم الى الفردنية شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسي بيعيشهم في اطار مجتمعي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده بيخلي الاولاد في الحقيقة يعيشوا في امان ويعيشوا قادرين يطلعوا احسن ما فيهم لكن الفردنية بتخلي الانسان يتولد فيه الصراع واحنا اولادنا مليء مليء بيوم الصراع خلينا اقول لكم ظاهرة انا حاسس بيها وشايفها طول الوقت ليه اولادنا بيحبوا يتفرجوا على افلام عنف ليه بيحبوا يتفرجوا على الافلام اللي فيها مشكلات كتير عارفين ليه؟ لان هم بيعيشوا كتير من الفردنية والفردنية دي بتخليهم ايه؟ حاسين ان العلاقات ملهاش لازمة فيه صوت بيلرني في وداني عن العلاقات المسمومة الكلام عن ان العلاقات بقت مسمومة كتير طب احنا عايزين ايه؟ عايزين نساعد اولادنا على ان يديروا علاقتهم بشكل جيد انا لاحظت حالة غريبة جدا 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 ان اكتر الناس اللي ما بيقدروش يديروا علاقتهم ودي ملاحظة بتتسمى في العلوم الاجتماعية وفي الدراسات وانا بقول ان العالم او المشتغل بالشريعة اذا ما كانش بيشتغل بالعلوم الاجتماعية فهو في الحقيقة لان يستطيع انه يكون عالم جيد وعشان كده بقول ان اللي انا بقوله ده دي ممكن تكون في اطار الامتباعات ولكنه هو رصد شديد الاهتمام شديد الاهمية ايه هو؟ اني لاحظت ان الناس اللي علاقتهم ما بتكونش علاقات جيدة وبيقعوا في مشكلات كثيرة في العلاقات بيكون ده راجع للنشأة يعني ايه راجع للنشأة؟ راجع ان علاقتهم وهم صغيرين وهم بينشأوا ما كانتش علاقات جيدة وعشان كده احنا لازم نتعامل مع اولادنا بطريقة ازاي يتعاملوا في علاقات ويدخلوا في علاقات جيدة وده مش هيحصل غير لما احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نتعامل معهم بطريقة تخليهم يصلوا الى علاقات جيدة اول حاجة لازم نعلمها لأولادنا ونعملها مع أولادنا ازاي يكونوا علاقتهم بالاخرين علاقات صحية ويتعاونوا مع الآخر بطريقة تعود عليهم بشيء من الراحة والسعادة في حياته لازم نقول أن طريقة تفاعلنا مع أولادنا بترسم خريطة كبيرة جدا 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 مستقبلهم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما كان بيقول أن ابني هذا سيد يتكلم عن سيدنا الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عارف ليه؟ لأن كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيسئي سيدنا الحسن بالرحمة لما كان بيضعوا على فخذي وصلى الله عليه وسلم يقبله فكان بيعلموا الرحمة ولذلك الأعرابي لما جيه ولأبي يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فقال له أتقبل أولادك يا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قال له إني عندي هذا الأعرابي قال له عندي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط فقال له رسول الله ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب سيدنا الحسن على الرحمة فكان رحمة فرفع الخلاف ورفع الضيق اللي كان ممكن يحصل ما بين المسلمين